وقفوا دروعا حرة دون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله جميعا في فيديو جديد على قناة خوكم نواف خالد اليوم لعبة الملوك او لعبة الشطرنج اذا كنت من الناس اللي تحب تلعب شطرنج فهالفيديو رح يناسبك كثير واذا كنت ما تحب الشطرنج طلع برا لا لا امسح خليك مع انا حتسمع معلومات حلوة ان شاء الله اسمحوني اليوم اكلمكم عن اعظم لعبة في التاريخ اللعبة اللي مرتبطة ارتباط مباشر مع العقل ومع حياتنا اليومية الشطرنج الشطرنج يا جماعة الخير مش مجرد لعبة عادية الشطرنج اسلوب حياة تعلمك كيف تعيش تعلمك كيف تفكر كيف تتصرف كيف تاخذ قرار الشطرنج مدرسة في الحياة هذا الكلام مش مبالغ لاني احب الشطرنج لكن هذا شي اثبت العلم فبالتالي حبيت اسوي هذا الفيديو عن موضوع الشطرنج وفواد الشطرنج واحد مضاد فعال لمرض الزهايمر فقدان الذاكرة الشطرنج لعبة مؤثرة جدا على ذاكرة الانسان تقوي الشطرنج الذاكرة وتزيد من مرونتها وتقي بشكل مباشر من مرض الزهايمر لانك دائما قاعد تحفظ حركات الاحجار لك وللخصم وين حركت الفيل هو وين لعب القلعة قبل شوية هو حرك الوزير فبالتالي الذاكرة استعمل معكال يرتبط ارتباط مباشر مع ذاكرة الانسان ويعقي من الزهايمر الابداع تحفظ الشytرنج القدرات الذهنية على الابداع والابتكار نتيجة التركيز على استخدام النصف الايمن والنصف الايصر في اللعب لما تلعب 넥 تستخدم النصف الايمن وتستخدم النصف الايصر فبالتالي تحفظ الابداع والابتكار واستخدام الحيلة والمراوغة رقم ثلاثة حل المشكلات فعلا مباراة الشطرنج كأنها لغز أو مشكلة تحتاج حل أنت لازم تحل هذه المشكلة المعقدة عشان تقدر توصل لملك الخصم الثاني وتفوز فبالتالي المباراة هي مشكلة أنت قاعد تشغل مخك عشان تحلها فسبحان الله تلقى الشخص اللي يلعب شطرنج باستمرار أفضل من الشخص اللي ما يلعب في مسألة اتخاذ القرار ليش دائما يقول لك أن الشطرنج هي لعبة السياسية لأنه دائما فيها تفكير بعيد فيها ضحي بشي عشان أوصل لهدف أكبر فبالتالي يلعب شطرنج تلقى دائما تفكير أعمق وأبعد من الشخص العادي رقم أربعة تزيد من معدل الذكاء للإنسان أثبتت الدراسات العلمية أن الشطرنج يزيد من معدل ذكاء الإنسان وجريت أبحاث كثيرة وربطوا الشطرنج بحل المساء الرياضية وجربوها على طلاب حصلوا أن الطلاب اللي يلعبون شطرنج أفضل من غيرهم في حل المساء الرياضية ومش الرياضية بس حتى دراسات على مهارة اللغة والكتابة أثبتوا أن الأطفال اللي يلعبون شطرنج أفضل من غيرهم في القراءة والكتابة فبالتالي علموا عيالكم الشطرنج وإخوانكم وتعلموها أنتم إذا ما تعرفون رقم خمسة تطيل من عمر الدماغ إلى فترة أطول لأن الشطرنج تزيد من عدد التشعبات في الدماغ فبالتالي تطيل عمر هذا الدماغ إلى فترة أطول من المفروض أنه يوقف أو يموت أو ينتهي وهذا موضوع الفيديو مش لازم يكون عندي موضوع كبير عشان أفتح سوي لك فيديو وأمنتجه أي شيء يجي في مخي أفتح الكاميرا وأصوله معاكم لأننا في النهاية يا صحاب صحوال الله إذا ما تعرف تلعب شطرنج تعلمها وإذا تعرف تلعب شطرنج وتحب تتحداني ضيفني في الفيسبوك نقدر نلعب في المسنجر وأكسر راسك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة لايك كومنت ونشوفكم على خير السلام عليكم